على أرض بلاط صاحبة الجلالة جال في ميادينها وتدرج في مساراتها حتى أصبح صحافياً لامعاً وكاتب رأي يشار له بالبنان شهد أهم المحطات التي مرت بها الصحافة السعودية امتلك قلماً رصيناً وفكراً متقداً وبرز من خلال صفحات ضيف الجزيرة هو الصحفي محمد بن عبدالله العيل صاحب المسيرة الصحفية الثرية والتي امتدت لأكثر من أربعة عقود يصنف العيل كأحد رموز الصحافة والإعلام بالمملكة رحل بعد أن قضى عشرات السنين في مهنة المتاعب خلال فتراتها الذهبية صحفياً وكاتباً ورئيساً للتحرير في عدة مؤسسات صحفية عريقة بالمملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر